هذه الرمزية تعود إلى التاريخ وهي تخاطب بذلك اللاوعي الفرنسي اللاوعي الفرنسي يربط دائماً المسيحية في الشرق بلبنان وهو تناسى مثلاً وجود عدد كبير من المسيحيين في سوريا وفي العراق وحتى في فلسطين وأن هي أفرغت من مسيحيها اليوم الشعب الفرنسي يرى أن لبنان هو دولة فيها كثير من المسيحيين ولكن هناك مزدوجوج جنسية طبيعاً ولكن عددهم قليل جداً في بيروت في لبنان كلهم يقيمون عادةً في إما في فرنسا أو في أفريقيا الغربية هذا تجاهلته مارين لوبين فهي تخاطب المواطن الفرنسي وتقول له أنا ذهبت لمخاطبة المسيحيين الذين يعيشون في لبنان هذه من ناحية الرمزية الثانية هي أنه في لبنان هناك حوالي مليونين نازح سوري وهي بذلك تقول أنا أشجعهم على دعوة النازحين للعودة إلى سوريا وهي قالت بالحرف الواحد لا يوجد حرب في كافة المناطق السورية معنى ذلك دعوهم يعودون إلى سوريا وعندما تدعوهم للعودة إلى سوريا فهي تخاطب المواطن الفرنسي لأنها تقول له هكذا لن يأتوا إلى فرنسا لأنه معروف فهي معادية معادات قوية جداً لوصول اللاجئين والنازحين والمهاجرين أي أن كانت مقصدهم نعم